سبحان الله. طيب. الجذي عايز ايه? الجذي عايز عايز يحس بامان افتر في العلاقة. حاس ان هو مش حاسس بامان. اا مش حاس براحة. مش مرتاح في حاجة مقلقاه. نفسه يرتاح في حاجة مسابباله وارهاق شديد. عايز يرتاح عايز ياخد برايك. شايف شريكه ازاي? شايفه في حد تاني في حاجة بيفكر في حد تاني. او ممكن يكون شايفه بيحتفل بحاجة. ان هو شخص فرفوش مثلا بيحب يتحك يحب يهزر. فدي صورة كويس. بس يعني تساسل الكروت. حالة التعب اللي فيها الجذي دي. انا محسساني ان هو شايف شريكه انه بيفكر في حدا تاني او في حد بحاجة تاني. بس ممكن يكون شايفه بيحتفل شخص. بيحب اللي الخام يحب يتحك يحفى. طاقة وايجابية يعني. الطاقة ما بينكم غنية. طاقة غنية جدا. دي طاقة فيها عطاء كتير جدا ومليانة حاجات فيها مشاعر وحب وتأذير واحترام حاجات كتير ريتش 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 حاجة حلوة شريكك شريكك دي كابر يعني هو في حاجة بيعملها وعمال يكابر عايز يبين ان هو كويس قوي وتمام وهو مش تمام يعني هو مش كويس يعني زي ما تقوله هو عارف انه غلطان بس يكابر عايز يشتغل عناف هو عايز شغل نخف عايز يصلح عايز بس هو تقيبا محتاج زقة عايز زقة شايفك ازاي شايفك واخد جنب يا جدي منزوي منسحد يعني عملت عملية انتحاب قلت خلاص ده ايه انا انا شتعد نفسي اكتر في الموضوع ده زي ما تقول ايه فقط الامل وحبت تفكر لوحدك وايه وتشتغل لوحدك دلوقتي في مرحلة قرارات عمالك تبحط انا هعمل انا هسوي انا قررت انا عايز انا عايزة في شوية المرحلة اللي بعدها هيبقى في زي دفع النفس اه افكر ده شريكك يا جدي لسه عمالي كابر اه لا مش زنبي لا مش انا في حالة دفاع النفس شكلك هتصدقوا يا جدي في ولادة مشاعر جديدة والناس المتزويين ممكن يكون مولود يريد حتى كمان في حاجة حلوة جدا جاية قريب يا جدي العلاقة الطاقة ده مؤثركم الطاقة غنية بينكم الطاقة حلوة شريكك عارف ان هو محتاج يشتغل على نفسه ودي حاجة قويسة جدا منه اللي اعتراف الحق القضيلة يعني هو عارف ان هو متياح جوانب محتاج يشتغل عليها حالة الانسحاب اللي انت فيها دي انا مقدره لانه واضح ان انت مرهق فعلا جدا يا جدي ومحتاج لروحه فانت قررت انسحاب مش الانفصال في فرق شاسع بين الاثنين قررت اللي انسحاب اللي هو مش هحارب مش هحاول اثبت وجهة نظري مش هحاول افهمه مش هحاول اقربه مني منسح واخد جنبه وقاعد بس مفيش انفصال الناس اللي سألوا في انفصال لا مفيش انفصال بالعكس ان شاء الله النهاية حلوة جدا ولابرة بالنهاية القرام برضو حلوة للمجموعة الثانية لحد العطفية الكارت ده زي ما قلت لكم مش عايزة حد يخاف انا ما كنتش بقوله في اول المبكدية اللايبز ما كنتش برده اقوله علشان ما حدش يقلق بس اكتشفت انه ما فيش حاجة بتستخبع يعني ده الكارت ده بتاع العلاقة السلسية يعني فيه طرف بيحسن منه خيانة اللي شاكة او اللي شاكك في الموضوع ده دلوقتي يعني ممكن تسمعوا للكارت ده او تاخدوا المعنى ده من الكارت الناس اللي الامور عندها مفيش عندها الموضوع ده مش خيالهم اصلا ومش موجود مش مطروح يعني ارجوكوا تجاهلوا تماما ده بيبقى معناه حاجة تانية معناه احتفال بس عايزة اعمل لها فيم الجملة دي عايزة اعمل لها فيم علشان فيه ناس بلاقيهم طب انتي حدوتي انتي شكة فيه لأ بيعمل حاجة لأ طب انتي ليه وانتي جدا طب ماوليه معنى تاني ممكن يكون بجا حديث له بحاجة حالة الشك بس هي اللي تخليكوا تبصوا للكارت ده ان تخليكوا تنور لكوا نور اه ممكن احتمال لو قريدي ما تكين حاجات لو قريدي اه فليس عندكوا احساس حد تعمين قصلي اه بص على كومس بس شوية العقرب حظه جميل زي رقم الكلام ده صحيح اه محمد انا مش فكر اهل عقرب فعلا بقى حظه حلو جدا انا بشوك كده همي بعلن ثماني علا اه اه اتفرك كده انا مكنتش على زماني بشوك كده انا محققش اشوف الاسم بس بشوك كده انا عالتعليق الحلو ده اه محتاج بأمور اي بار عنه اه الامهات يا جماعة والله العظيم الامهات طيب بشكرك يا شيمو جدا بشكرك يا حبيبتي اه طيب يعني رسالة هوجيهها للحنوات لو في حنوات بيتفرجوا معنا يعني مش عارف اقولكو ايه ام بلاش 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 تصعوا في حاجة تقذيء ولا تكوك يعني بلاش حاولوا تتقربوا بينهم اه يا والله الدنيا مناقصة يعني هو الواحد اصلا اعباء الجواز والعلاقة نفسها اصلا مثقلاهم فما تزودهمش بالعكس يعني مراد ابنك اعتبرها بنتك ومراد وجوز بنتك زي ابنك حاولوا تخلوا العلاقة كده ام يعني مش محتاج بفكركم يا جماعة احنا مش عايشين على طول خلي الزكرة حلوة يعني خلي دايما الزكرة حلوة الله يرحمها الله يرحمه كان راجل حقاني كانت خفت حقانية كانت خفت جدعة كانت دايما وقفة معايا الكلام الحلو ده خفوا شوي على ازواج ولادكم وحاولوا تدعموهم على قدم ربنا يا ابداك لو في حماوات سمعيني بليز طيب اه دلوقتي هنبتدي المجموعة الثالثة برج الجادي اه جادي مع جادي ايه يا العناد ينهر عناد يا جماعة الصفة دي صعبة جدا صفة العناد دي فضيعة هخش حالا يا منا مرسي يا صفاء طيب الجاوزاء حاضر يالوشي هقول حالا ومرسي على الشير يروح قلبي تستمين شير المنورة فوقي مرسي يا مخلصش لسه يعني ما تحسش بتريح بقى كده اه انا عملت حلو قوي كده وتريح لا الاساس الاساس اللي انت حطه ده عايز شغل وقيت بقى على كده هو مش شرطي يكون بيزنس على فكرة ممكن يكون مشروع خساسي ممكن يكون مشروع انك تتعلم حاجة جديدة انك تدخل علاقة جديدة انك اي حاجة مش شرطي يكون بيزنس مش شرطي يكون عمل اقتصادي يعني اقتصادي فهو انت حطيت اساس لحاجة قررت مثلا انت حتقرب من ربنا عايز تركز انفصالة عايز تصوم اتنين وخمينة مثلا حطيت اتاس حطيت قرار حطيت حاجة فلسه عايز اشغل فا ايه كمل في احتفال انا شايف احتفال ده احتفال ممكن تكون انت شايف ان انت محتاج اجازة محتاج بريك فهتروح تكتق نفسك بقى في اجازة كتبتروح تغير جوت او ممكن يكون خطوبة للناس اللي نتنين خطوبة اللي خلاص على وشك يتموا خطوبتهم بإذن الله خطوبة هتموا بحاجة حلوة قوي بإذن الله طيب فكرة الموت وبرضو مش هاكسكلود بكلمة زي دي وخلاص هبتدي بقى اقول بالمفتوح يعني الموت ده موت كل اي حاجة يعني مش اقولكو بلاش تخافوا موت ممكن يكون موت شخص ممكن يكون موت احساس ممكن يكون موت لحاجة فيه موت لشي بس الفكرة انه بيحل محله حاجة تانية ان شاء الله تكون حاجة كويسة والحاجة اللي تموت تكون حاجة مش كويسة ان شاء الله بس فيه عملية تحول هتحصل فيه عارفين خبر جامد او مش خبر جامد بس اللي هو تحول عارفين لما تلف في كده لفة سريعة فيه هنا حالة هروب الجازي هيكون في حالة هروب الفكر ده من تأثير التحول ده مش عايز يوضح حد مش عايز يوضح حد حابب يبعد شوية وحابب يكون معنش طيب تيجي في كبس مشاعر جديدة الناس اللي مش مرتبطة فيه مشاعر جديدة شخص جديد خالص اوكي اللي مش مرتبطين نفسكات ده صهر في المجموعة الاولى انتو لو مرتبطين فبردوك مشاعر جديدة بتحسوها اتجاه بعض كلام كويس جدا برو فيه توازن اما في حالتك العطفية او في حالتك المزاجية فيه حالة توازن وانت فعلا يا جازي متزن فيه عصبية شوية عصبي شوية انما برضو عصبيتك يعني منطقية مش بالتعصب بتهور يعني فانت في حالة توازن كويس؟ طاقة ايجابية انا بحيث انه تامفرنس ده حاجة يعني طاقة حلوة جدا المنظر من حوليك الطاقة من حوليك كويسة مش حاسس مش حاسس بحاجة وحشة يعني طيب فيه دكرة الخسارة فيه خسارة اللي ستقع الخسارة ده معرفش يمكن يكون الشخص الجديد ده لان انا ما بنليش بعد كده نوايا ايه وبنلي ده كمان حزن قلم فيه حالة مش كويسة طيب مش عايزة خوفكم بس اللي تنجل دلوقتي وفيه حد داخل عليه جديد يعني بيطل بيرتبط به مش هقولك طبعا لا طبعا شوف جرب بس عايزة كو تكونوا حذرين جدا وما تدوش مشاعر عشان بس شوية الحاجات عشان الخسارة دي عشان ما تحسش انت خسرت لو الموضوع ما كمنش انت تفضل في حالة الابتزان بتاعتك الابتزان بتاعت ما يبطش خلي قلبك في ايدك وقلبك في ايدك اهو قدر وسهلا وتشوفوا بعض وتتعرفوا كل حاجة بس قلبكوا في ايديكوا عشان انا خايفة من الكرت ده كويس بالنسبة بقى الموضوع التحول او الحاجة اللي بتتغير جامد في حياتك دي ان شاء الله حيكون الامباكت بتاعها او تأثيرها عليك حلو فيه طاقة جديدة حد ديلك طاقة انتصار طاقة قوة قوة لهو الهانا مفيش حالة بتكسرني يعني الدنيا كده تتشقل بتتغير زي ما هي عايزة انا مبرايرش انا مبكسرش ده السيف ده ايس او سورت ده انا شخص مبكسرش ويستعلى كده بقى كل اللي احنا اسمعناه ده الخسارة دي لا مبكسرش بتتعوض ان شاء الله فيه زعل شوية زعل من الشخص من الحديد ده انا عادي ولا يرميني على فكرة انا مبكسرش يعني خليك من اخر كده جامل خليك جامل او خليكي جامدة دي الطاقة انت فيها دلوقت الحمد لله جاية في وقتها لو الحاجات دي فعلا صح فها جاية في وقتها طيب حلقة خاصة القرية بسرعة فيه هنا اساس لحاجة انتحدتها يا جادي كمني لسه اذا شغل احتفال الناس اللي في حالة مستنيين خطوبة ان شاء الله الخطوبة دي بيتم على خير او الناس المتبطين فيمكن يكون اجازة او احتفال بشيء في عملية تحول هتحصل موت لشيء ويحل محله شيء تاني هروب افتكر هيحصل بعد المرحلة دي من التحول ده هتبقى محتاجة تهرب واش عايز تواجه فيه شغط جديد هيحاول يقرب منك للناس اللي المتبطين فهم برضو حاسين بمشاعر جديدة نحو شركهم انت في حالة توازن عطفي وزهني ومزاجي وحاجة حلوة جدا يا جادي انجوي بس هنا زي ما قلنا فيه طاقة جديدة تدخل عليها طاقة انتصار وطاقة قوة قوة غير طبعية وهنا برضو الكارت ده تكرر برضو في المجموعة الاولى في حالة مصابرة انت شغال على حاجة عايز تكملها وده تتزل تركز عنه دلوقت يعني سيبك بقى لو الخسارة هتوقع ان شاء الله تيجيب حاجة تفحة يعني وتروح لحالها خليك انت زي ما انت كده شايفين راكت حصانه ازاي متحصن وجاهز للقتال ما عندوش مشاكل خاص زي ما قلنا الشخص الجديد لو فيه حد جديد فعلا حيتقرب منك يا جادي خد حذرك دي قراءة المجموعة الثالثة دي برج الجديد منها انا مش متابعة الاخبار فيعني قولي ايه اخبار القراءة معك الشهر ده ده لو موجود يا حياة في الصفحة الجوزاء قريب جدا يا لايف حاضر اه التورمة اليا كنزة موجود في الصفحة مسجد هكفيني شو دي بوردري بوردري جدي حبيبي مصباح خليفة انت مش عامل منشن انت كتب الاسم بس انا مش رايفة منشن كده مش هتيجي بعد لعماس مش طيب كده لما كل تغيذة بقولي صح مسجد يا سما تشكرك حبيبي لا 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 بس يا انا نيرمو هو مش واجع حبيبي لا بالعكس انا عمال اقولي بقوة وطاقة وحاجات حلوة جدا اه في حمالية تحول بقولي في حاجة عتتغير في حاجة عتتغير اه وزي ما قلت في خطوبة للناس اللي لسه يعني مقدخين على خطوبة وفي احتفال وحاجات حلوة يعني مستحيل بقى القراءة بكلها حلوة يعني لازم هيبقى في شوية حاجات كده مش ضريفة محدش يخاف فليز يا جماعة اه يعني اعتبروا ان الموضوع اللي عبه فليز محدش ياخد الموضوع بجده اوكي لا يا صفية فليز محدش يخاف خبته من ايه بس انا مش مهم انت خبته من ايه ان شاء الله خير ان شاء الله خير احنا يعني نتوقع بايا من الخير وان شاء الله ربنا يبعد الخير ما ترقوش من حاجة طب يعني بعد كده ما قولش الكروت الوحشة ما قولهاش اسكت يعني ده اللي انتوا عايزين يعملوا اسكت اه تحضروا كل الناس خافة ايه بشكرك يا محمد طب خلص مش هقولوكو الحادث الوحشة تاني بشكرك يا عبد القدر جدا بتيك نتجوز لا طب بقى هنا اللي عبد القدر تعالى لا هاته تقصيع القلب احطرة بحال جيد يعني هاته مش عارف اقولك يا منات طب يعني مش ناخد حضارنا طيب مش ناخد حضارنا احسن طب منها نشوفها بعد اللايب يروح طب خلينا نشوف المجموعة الثالثة وكتبولي بقى عايزين يقول الكروت الوحشة ولا لا لأ لا مش عايزة حد يخافو حد يزعل بليز يعني نعمل بوثين كده بليز الادمنز اللي موجودين من راشد واحمد با اه قلو لي كده شايفين ايه لو عايزيني ماقولش الكروت الوحشة مش حاول يانا اغمرتي حببتي حاضر لا يا اميرة طبعا مش حولها يموت يابنتي يموت لشيء يعني ممكن نبقت حد ممكن يعني احساس جوانا يموت يموت ده لي اشكال كتير جدا بس هيحل محله شئتين مش موتكو انتو طبعا ياريتني ما قلت طيب تعالوا تعالوا نشوف الحالة العطفية طيب الجاذي عايز ايه؟ الجاذي متقلم يا جماعة ولا انا حسايا منطقة الكروت ان شريك الجاذي يعني مش شخص ما عندوش عاطفي مش شخص عاطفي شخص جاذي شخص عملي هو كده ما عندوش دلع ما عندوش الحاجات ده فالموضاده مؤثر على الجاذي شوية نفسه في نهاية قلم متقلم من الموضاده ونفسه القلم دين به نفسه في طبق جدا يعني تقريبا الموضاده خلص طبقه مش حاسس بمشاعر مش حاسس باهتمام شيء من هذا القبيل شايف شريكه ازاي؟ شايفه اما انه هو عندو سر او انه هو شخص متدين جدا كويس؟ الشريك عايز ايه؟ الشريك عايز يتدين اكتر واضح ان هو متدين فعلا عايز يتدين اكتر عايز يقرب من ربنا اكتر ويقوم بعباداته اكتر واكتر نفسه في ايه؟ شكله مستني فلوس او مكافأة اقول مستني فلوس من حد مستني مكافأة ما هو واضح ان هو فعلا تذكيره كله دين مادة يعني اوكي دي الحالة بتاعت شريكه بس هو شايفك ازاي بقى شايفت عشرة طويلة او حد قريب منه جدا ويعرفه من زمان وما بيشوفش منك دا كل خير الطاقة ما بينكم فيها جمود فعلا هي الطاقة جامدة واضح ان الشريك شخص يعني مش مرم مش شخص عاطفي مش رومانسي عملي اكتر شخص عملي اكتر طيب الفترة دي فيه شوية اضطرابات اضطرابات نفسية على اضطرابات ذهنية انه مش حل بس فيه حاجة هتحصل يعني الكارت دا للناس اللي علاقتهم ما وصلتش للجواز دا اتمام زواج ناس متجوزين دا حمد اوكي الدولة دا ويعني عندهم مولاد وخلاص مش هجيبه لتاني فلا اثير طباط قوي انتو حبك ويمكن مش واخد شكل الرومانسي اللي كان الجذب يتمنى او المعاملة اللي هو كان نفسه يتعملها لكن حبك وغير مشهوط يعني مش لازم يعملني كذا عشان احبه فاهمين قصدي ايا كان شكلك ايا كان طبعا فشريكك بيحبك فده حب غير مشهوط حاجة حلوة جدا بس انا عايزة الجذب او شريكه ايا كان اللي عنده شخص قريب منه هذا البورس دا او الكائن حلية الصغيرة دي ده شخص قريب منك وبينصحق مصائح هدامة هدامة واحنا عاكين طبعا ان شاء النصائح دي ممكن يبقى شكلها عامل ازاي وبيعملك كده ليه هو بيعمل كده ليه هو دينش بيعملك كذا هي ازاي ما بتعملكش كذا الكلام بقى اللي بيقوم الدنيا ما بيقعدهاش ده فانتبهوا للشخص اللي جمدوكو ده اللي عامل اشتركوا في القناة